اشتركوا في القناة من الوضعية التالية مع التعليل الوضعية تقول تزوج نوفل من ليلى التي مضى على وفاة زوجها اربعة اشهر اذا ليلى توفى عنها زوجها اربعة اشهر فتزوجت بنوفل هل هذا جائز ام غير جائز اذا غير جائز علاش حتى العدة المتوفى عنها زوجها لان عدة المتوفى عنها زوجها هي اربعة اشهر وعشرة ايام اربعة اشهر وعشر ايام لك شعلش هنا غير جائز ننتقل الان الى الوضعية التانية تزوجت امرأة من رجلين اصيب بشلال نصفي تزوجت امرأة من رجلين اصيب بشلال نصفي والجائز ولا غير جائز اذا هنا الحكم تلقوا انه جائز الحكم عندنا انه جائز حتبة تهتم به وتكسب فيه الحسانة اذا التعليل قصد رعايته وكسب الحسانة نشوفوا الوضعية التالتة شلي تتقل لنا الوضعية التالتة بعد ما تحط النقطة ديالك الوضعية التالتة تتقل لنا رجل طلق زوجته ثلاثا وعند انتهاء العدة اشترطت عليه صداقا وعقدا جديدين ليعيدها رجل طلق زوجته ثلاثا ثلاثا يعني ثلاثة المرة العقدة تبسخ بنتهم ومن انه كملت العدة ديالك طلق الثالث بغائعة الثانية اتزوج بها يطلب منه صداقا وعقدا جديدين واش جائز ولا غير جائز اذا هنا بطبيعة الحال عادي تقولوا لي حيث هو طلقها النوبة الثالثة تتسمى طلق بائن بيننا كبرى لا تحل له حتى تتزوج بغيره على وجه الدوام وبالتالي الحكم الشرعي عندنا هنا غير جائز تعليل هو اللي قلت تعليل لانها بائن بيننا كبرى لا تحل له حتى تتزوج بغيره على وجه الدوام تشوفوا الوضعية الرابعة الشرعي عادي تقول لنا الوضعية الرابعة تتقول لنا رجل طلق زوجته ثلاثا رجعيا وعند انتهاء العدة اشترطت عليه صداقا وعقدا جديدين ليعيدها اذا رجل طلق مرته ثلاثة المرات طلق رجعي يعني شفاوية شفاوي وعند انتهاء العدة ديلها من هذا الطلق الثلاثة اللي هو رجعي اشترطت عليه صداقا وعقدا جديدين ليعيدها وهي على حق ولا لا اذا تلقوا ان الحكم الشرعي انه جائز جائز انها اشترطت عليه صداقا وعقدا جديدين حيث يرى كملت لعدة دي الطلاق الرجعي وبالتالي هذا هو التعليل اللي كان لانها انهت عدة طلاق الرجعي نشوفو من بعد ما تحطو النقطة ديلكم مش حاجبته على عشرة نشوفو الوضعية الخامسة الوضعية الخامسة تتقول لنا رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا واراد ان يرجعها لكن عدتها انتهت بيوم واحد فقط انا واخي يقول لكم فقط لا مغصوشي ارضى لا يجوز ان يرجعها الا بعقد وصداق جديدين وبالتالي هنا لحكم الشرعي انه غير جائز غير جائز وتعليل لان عدتها انتهت لان عدتها انتهت اذا شوفو الوضعية السادسة اللي تتقول لنا الوضعية السادسة تتقول لنا رجل طلب من زوجته مالا ليطلقها والجائز ولا غير جائز رجل طلب من زوجته مالا ليطلقها اذا الحكم الشرعي عندنا هنا يا جائز جائز وتتسمى هدنوع ديالطلق ديالطلق الخلع التعليل يسمى هذا الطلق بالخلع بمعنى ان المرأة تزيل الرجل تزيل الزوج او تزيل ذلك العقد الذي يوجد بينهما ويجب ان يكون المال مقدم اقل من المهر نشوفو الوضعية السابعة من بعد ما تحددوش حاجبته من النقطة لحد الان اذا على 10 بمعنى ان المرأة قدمت مالا لزوجها مقابل طلاقها امرأة قدمت مالا لزوجها مقابل طلاقها اذا قلنا هذه في الوضعية اللي قبل انه جائز جائز ان تقدم المال لزوجها لكي يطلقها ويسمى هذا الطلاق بالخلع ويجب ان يكون المال مقدم اقل من المهر كيف قلنا اقل من المهر اش حاجبتي لحد الان على 10 اش حاجبتي لحد الان على 10 اذا انتقلوا الوضعية الثامنة شوفوها الشريطات تقول لنا امرأة قدمت مالا لزوجها مقابل طلاقها قبل الدخول امرأة قدمت مالا لزوجها مقابل طلاقها قبل الدخول يعني هذا المرأة قبل ما يتم الدخول بها اعطت الفلوس لراجلها بشي يطلقها والجائز ولا غير جائز إذن هنا الحكم الشرعي جائز الحكم الشرعي جائز وباش تسمى هذا الطلاق يسمى هذا الطلاق بالخلع بمعنى أنها تدخلع الزوج ديالها تتحيد تزيله من حياتها يسمى هذا الطلاق بالخلع ويجب أن يكون المال مقدم نصب المهر فأقل خلص يكون حيث هي مطلقة قبل الدخول خلص يكون المبلغ المقدم للزوج يكون نصف ديال المهر أو أقل نشوفوا الوضعية ما قبلها الأخيرة من بعد ما تحط الوضعية التاسعة تتقول لنا امرأة طلقت قبل الدخول فتزوجت في اليوم الموالي امرأة طلقت قبل الدخول بها بمعنى قبل ما يمسها الزوج ديالها فتزوجت في اليوم الموالي إذن هنا تلقوا أنه جائز جائز على جهة الجسم ديالها هي خالي من هرمونات الزوج الأول من الجسم ديالها هي خالي من هرمونات الزوج الأول حيث ما تمتش المعاشرة الزوجية ديالك شيء على الجائز أنها تزوج في اليوم الموالي وبالتالي التعليل لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها الوضعية الأخيرة نشوفوا الوضعية الأخيرة بمعنى الوضعية العاشرة اللي تتقول لنا طلقت حائد رجعيا في اعتدد ثلاثة أشهر طلقت حائد رجعيا في اعتدد ثلاثة أشهر إذن حائد مرأة حيض طلقت رجعيا باش بتحسب إذن هذه تتحسب ثلاثة ديال الأشهر عادت تقول لي اللقصة تحسب بالقرؤ يعني هنا الحكم الشرعي أنه غير جائز غير جائز والتعليل اللي قلت لأن الحائد تعتد ثلاثة قرؤ وليس ثلاثة أشهر ثلاثة قرؤ بمعنى إما ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار من تلك الحائدة إذن شح جبتي في هذه السلسلة تنتمنى أنكم تكونوا جبته عشرة على عشرة موعدنا في سلسلة أخرى إن شاء الله والله ولي التوفيق وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو دمتم في رعاية الله والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة